موسيقى كوريا الشمالية تستعرض قوتها الباليستية وتحذيرات دولية من تنفيذها تجربة نووية سادسة موسيقى فصائل من المعارضة تتقدم في حي المنشية في درعا وتستعيد نقاطا استراتيجية الشرقي دمشق موسيقى وتسعون قتيلا من داعش اثر استهداف انفاقهم بالقنابل في افغانستان موسيقى اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان احتشدت وحدات عسكرية اليوم في بيونج يانج لاظهار قوة النظام الكوري الشمالي بمناسبة يوم الشمس وهو الذكرى السنوية لميلاد كيم ال سونغ مؤسس البلاد وحضر العرض العسكري الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغوند وتم عرض صواريخ باليستية يتم اطلاقها من غواصات لأول مرة في تحدي واضح للولايات المتحدة ويعتقد مراقبون ان كوريا الشمالية يمكن ان تنتهز فرصة هذه الذكرى السنوية اطلاق صاروخ باليستي او اجراء تجربة نووية اذا واعلن جيش كوريا الشمالية في بيان له انه سوف يدمر امريكا بلا رحمة اذا قررت واشنطن مهاجمة بلاده على حد تعبير البيان ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية في بيان للجيش قال فيه ان الرد على امريكا وقواتها البحرية سيكون قاسيا جدا بحيث لا يكون هناك فرصة للنجاة جاء ذلك في وقت اتجهت فيه مجموعة قتالية على رأسها حاملة طائرات امريكية الى المنطقة وسط مخوف من احتمال اجراء بيونغ يانج تجربة نووية سادسة بابتسامة عريضة ووجه تكسوه ملامح الثقة اراد كيم جون اون خوض الحرب النفسية قبل الفعلية واصار رسائر رمزية لمن يسمهم اعداء كوريا الشمالية مفادها ان بيونغ يانج قادر على الرد على اي هجوم قد تقدم عليه الولايات المتحدة وحلفائها وحدات عسكرية كوريا شمالية احتشدت في بيونغ يانج لاظهار قوة النظام الحاكم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لميلاد كيم ال سونغ مؤسس كوريا الشمالية العرض العسكري كشف عن صواريخ باليستية جديدة تطلق من غواصات فيما كان الزعيم الكوري وكعادته حاضرا لمشاهدة الموكب العسكري كوريا الشمالية لم تتوقف عن اطلاق التهديدات فالرجل الثاني فيها اكد ان بيونغ يانج مستعد للحرب الشاملة مشيرا الى انها جاهزة للرد على اي هجوم نووي على طريقتها الخاصة ما يراه كثير من المحللين تلويحا بورقة استخدام السلاح النووي منطقة شرق اسيا تحبس انفاسها بعد التسريبات التي اشارت الى ان بيونغ يانج تسعى لاجراء تجربة نووية سادسة او باليستية جديدة رغم التهديدات والتواجد العسكري الامريكي قبالة سواحلها الصين حذرت من احتمال اندلاع النزاع في اي لحظة في ظل تصاعد وطيرة التهديدات المتبادلة في الوقت الذي اعلنت فيه القوات المسلحة الصينية انها تلقت اوامر مباشرة من القيادة العامة للجيش بالحفاظ على حالة التأهب القصوى في خمس مناطق عسكرية بدورها وضعت الدول المجاورة لبيونغ يانج وهي كوريا الجنوبية واليابان خطة عمل في حال جرى اعتداء من جانب كوريا الشمالية مجلس الامن القومي الياباني نقش اخلاء ما يقرب عن 60 الف مواطن ياباني من كوريا الجنوبية في حال تطورت الازمة بشكل خطير في شن السوري شنت فصائل غرفة عمليات البنيان المرصوص هجوما جديدا في درع البلد بهدف انهاء اخر تواجد لقوات الاسد وميليشيات حزب الله في حي المنشية واعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص في درع البلد انها سيطرت على ثلاثة حواجز عسكرية لقوات الاسد في حي المنشية ضمن معركة الموت ولا المذلة فيما شهد الحي قصفا جويا عنيفا بالبراميل والصواريخ الفراغية واستهدفت طائرات الاسد بلدة النعيمة في ريف درع الشرقي ايضا الى ذلك تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من استعادة اجزاء واسعة من المناطق التي سيطرت عليها قوات الاسد خلال حملتها العسكرية على احياء شرقي العاصمة السورية دمشق وتأتي اهمية هذا التقدم باحباط مخططات قوات الاسد الهدفة الى تهجير الاحياء الشرقية للمدينة مراسلنا جواد العربين مشاهدين والتفاصيل نحن الان في احياء دمشق الشرقية هذا هو شارع النخيل على بعد مئة متر من هناك مسبح النخيل هذه النقاط جميعها اليوم تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من السيطرة عليها اضافة للثلاثين نقطة اضافية الان طبعا كما تسمعون هناك اشتباكات عنيفة تدور بين كتائب المعارضة المسلحة وكتائب النظام والميليشيات الموالية معي الان احد القداء الميدانيين ليطلنا على تفاصيل اكثر اليوم شتم استرداد من النقاط وشتم اقتراد اليوم الحمد لله الفضل من الله فاتوا شباب عناصر جيش الاسلام قاموا باقتحام المنطقة منذ تقريبا من الساعة ستة الصباح ببلش الاقتحام الحمد لله الفضل لله اقتحامنا المرحلة الاولى كانت كلية عبارة عن نصة الحمد لله من تحرير واغتنام وقتل وأسر أسرة الحمد لله تم اغتنام سبع دبابات وعنات عربية تشيلكا تريكس عنات انتين بيمبي جساس فيه جساس كتير الحمد لله من فضل مرب العالمين أسرة كمان أخذوا أسرة طبعا الكتلة هين النقاط هون اخذت جيش بتقريبا ستة الشهر الشباب فاتوا ستة ونص الحمد لله الله هيك تأمن منفرج على ايديهم باقتحام نصة معركة نصة وسبات صرنا هلا بالوقت الحالي نحن هلا هون على ايدك اليسار مع من اللبان وعلى اليمين مصبح النخيل وهلا الحمد لله الخطوة التانية ان شاء الله مستمر دام خمسين يوم من المعرك وأكثر حاولت قوات النظام أن تصل لهذه النقاط التي الآن تحت سيطرة كتائب المعارضة كل تلك المناطق اليوم تمكن الثوار خلال ساعتين من المعرك من استردادها كان معكم جواد العربيني لأخبار الآن العاصمة السورية دمشق أذى وخرج ألف الأشخاص الجمعات تنفيذا لاتفاق المدن الأربع في سوريا الذي ينص على إخراج المحاصرين في مضايا وزبداني وبرد إلى ريف دمشق وإخراج المحاصرين من بلدتي كفريا والفوع إلى مدينة حلب إلى التفاصيل تنفيذا لاتفاق المدن الأربع في سوريا بدأت صباح اليوم الجمعة عملية إجلاء مدنيين ومقاتلين من المعارضة المسلحة من أربع بلدات سورية محاصرة هي مضايا والزبداني وكفريا والفوع وذلك بموجب اتفاق بين المعارضة ونظام الأسد وقال نشطون في منطقة الراشدين الواقعة تحت سيطرة المعارضة غرب مدينة حلب إن ثمانين حافلة على الأقل وصلت إلى المنطقة آتية من بلدتي الفوع وكفريا الموالتين لنظام الأسد والمحاصرتين من الفصائل المسلحة في إدلب في وقت قال شهود شاركوا في عملية الإجلاء من مدينة مضايا المحاصرة من قبل قوات الأسد قرب دمشق إن نحو ألفين ومائتي شخص غادروا مدينة مضايا على متن خمس وستين حافلة مشيرين إلى أن معظم الركاب من النساء والأطفال الذين بدأوا التجمع مساء أمس وأمضوا ليلتهم بانتظار انطلاق الحافلات في حين سمح للمقاتلين الاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق بدأ عملية التبادل وذكر المرصد أن نحو خمسة آلاف شخص يجري نقلهم من الفوع وكفرية لكن عملية الإجلاء في مدينة الزبدان القريبة التي تحاصرها قوات الأسد وحلفاؤها تأجلت فيما يبدو ولم تغادر أي حافلات المدينة وستتوجه الحافلات من مضايا والزبدان إلى إدلب وتوصل نظام الأسد وفصائل المعارضة المسلحة إلى اتفاق الشهر الماضي ينص على إجلاء الآلاف من بلدتي الفوع وكفرية ومن مدينتي الزبدان ومضايا وبعد تأجيل تنفيذه مرات عدة بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الأربعاء عبر تبادل الطرفين عددا من المخطوفين ومن المتوقع بموجب الاتفاق إجلاء جميع سكان الفوع وكفرية الذين يقدر عددهم بستة عشر آلاف شخص مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبدان كما ينص الاتفاق على إجلاء مقاتلين من المعارضة المسلحة مع عائلاتهم إلى أطراف مخيم اليرموك جنوب دمشق سياسيا أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن حكومتها ترجح بقوة مسؤولية الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في حين كشف مسؤول أمريكي عوجود تسجيلات لمحادثات بين خبراء كيميائيين لدى الأسد ترصد الاستعداد للهجوم بغاز السارين آنذاك في الأثناء قال وفد بريطاني في منظمة حضر الأسلحة الكيميائية خلال جلسة خاصة للمنظمة في لهاي قال إنهم حللوا العينات التي أخذت من خان شيخون وثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه غاز السارين بدورها عدت الخارجية الأمريكية أن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في شمال غرب سوريا هو جريمة حرب نفذها الأسد ونددت بمضمون المقابلة الحصرية التي أجرتها وكالة فرانس بريس مع بشار الأسد وفي رده على تصريحات الأسد الذي عد فيها أن الهجوم الكيميائي مفبركم 100% قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الأسد يحاول تقديم معلومات خاطئة ويحاول زرع الارتباك مضيفا أن هذا التكتيك رأيناه في الماضي من جانب روسيا أعلنت كندا فرض عقوبات على 27 مسؤولا في نظام الأسد على خلفية الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الأسد في سوريا وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن الأفراد الذين لم يتم التعريف عنهم بالاسم يخضعون حاليا لتجميد الأصول وحضر التعامل المالي معهم لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير وحييكم من جديد في الشأن العراقي أعلن قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رأي الشاكر جودة تدمير ما يسمى بمبنى الأمن العام التابع لداعش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل كما تمكنت القوات أيضا من قتل عدة قيادات بينهم ما يسمى بمفتي الساحل الأيمن وأضاف جودة أن ضربات صاروخية للجيش العراقي دمرت سلاحا مضادة لطائرات في مدرسة الزنجيلي في الموصل أيضا يحاول داعش يائسا الحفاظ على جامع النوري الرمز الكبير له في المدينة ومكان علان البغدادي لخلافته المزعومة على أنصاره إلى أن هذه المحاولات بأت بالفشل مع تقدم القوات الأمنية العراقية بصورة سريعة وقوية باتجاه تحرير هذا الجامع والتساؤل الكبير اليوم كيف يدور في ذهن أنصار داعش إذا لم يدافع البغدادي عن جامع النوري ومقاتليه كيف يمكن أن تكون الخلافة وكيف سيتمسك بمناطق احتلاله نتابع عدم قدرة داعش على التمسك بجامع النوري ذو الأهمية الرمزية في الموصل القديمة هو نقطة تحول حقيقية في إعادة تحريرها هذا هو المكان الذي ألقى فيه زعيم داعش الهارب أبو بكر البغدادي خطابه معلنا نفسه خليفة لأتباعه كان داعش يضع أهمية كبيرة على هذا المسجد التاريخي وبالتالي فإن أعضاء داعش ومؤيديه لا يرون الآن إلا هزيمة وشيكة في فقدان الجامع في الأيام الأخيرة حصلت أخبار الآن بشكل متكرر على مشاهد حول جامع النوري لا يظهر فيها أي من مقاتلي داعش وسواء أكانوا يتخلون تماما على المنطقة أم لا فمن الواضح أن داعش يدرك أنه لن يكون قادرا على الدفاع عنه ضد القوة النارية الساحقة والعزم لدى القوات العراقية فشل داعش في التمسك بجامع النوري سوف يكون معلما رئيسا في سلسلة هزائم التنظيم من وجهة نظر أخرى لا يوجد شيء جديد داعش مني بخسارات كبيرة في سوريا والعراق لفترة طويلة وبعيدا عن الرمزية فإن هذه الخسائر لها تأثير حقيقي على الأرض هذه الهزائم تظهر لمتعاطفين معه أنه من المستحيل الانضمام أو دعم داعش حيث عانى التنظيم من هزائم كثيرة جدا ولا يمكن أن يستمر لفترة أطول من ذلك البغدادي كان قد استخدم هذا المسجد كخلفية للإعلان عن خلافة داعش الآن مؤيدوه يتساءلون إذا كان غير مستعد للقتال شخصيا من أجل المسجد ما هي الأشياء الأخرى التي لن يدافع عنها كيف يمكن أن تكون الخلافة إذا لم يتمكن داعش من التمسك بأي منطقة تقع تحت احتلاله فقدان جامع النور ليس كل ما في الأمر البغدادي لم يظهر على الإطلاق أثناء معركة الموصل ويبدو أنه قد هرب من الموصل عندما احتاجه المقاتلون الهجرة والقهر ما ينتظر داعش هو هزيمة سريعة كل هذه أخبار جيدة لشعب الموصل الذين أجبروا على الفرار من منازلهم للحفاظ على حياتهم سيتمكن مواطن الموصل قريبا من العودة إلى ديارهم والبدأ في بناء حياة طبيعية في المدينة الحياة الطبيعية والحياة الجيدة التي كانت موجودة قبل مجيء داعش وتدميرها في الشن اليمني أعلن مستشار وزير الدفاع السعودي اللواء أحمد عصيري أن قوات التحالف العربي في اليمن منذ بداية عملياتها عملت على خطين بالتوازي الأول هو تقليل قدرات الميليشيات في بسط نفوذها والثاني هو بناء المؤسسة العسكرية مشيرا إلى أن قوات التحالف لن تسمح أن تصبح ميليشيات الحوثي في اليمن كميليشيات حزب الله في لبنان وقال عصيري خلال ندوة في العاصمة الفرنسية باريس أن العمليات العسكرية في اليمن تتم بشكل حذر لحماية المدنيين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية ارتفاع عدد قتل أم القنابل إلى 90 شخص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش علما بأن أم القنابل هي أقوى قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية وكذا ناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري عدم سقوط ضحايا مدنيين في الانفجار الهائل الذي أحدثته القنبلة وعدم تضرر إلا القاعدة التي استخدمتها داعش لشن هجمات في مناطق أخرى من الولاية من جانيمه قال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون إن أم القنابل كانت سلاحا مناسبا لتخفيف العقبة التي واجهتها القوات الأمريكية في جنوب نانجرهار فالقنبلة مصممة خصيصا للكهوف والأنفاق هذا السلاح الذي استخدمناه كان مصمما لتدمير الكهوف والأنفاق ولذلك كان السلاحا مناسبا لتخفيف العقبة التي واجهتنا ونتمكن من مواصلة الحملة العسكرية التي كانت تستهدف جنوب نانجرهار وكذلك جاءت الضربة في الوقت المناسب وهي مجرد قرار تكتيكي وسنتمكن من مواصلة حملاتنا العسكرية لو تحدثت عن دلالة الوقت بهذه الضربة كنا نجري عمليات عسكرية في أفغانستان في العام الماضي وقبل انطلاق هذه العملية العسكرية كانت داعش تحتل أكثر من 13 قرية في جنوب نانجرهار وكان لديهم ألف من المقاتلين لذا يمكنني أن أقول أن هذه الحملة ليست وليدة اللحظة أوائل الشهر بدأنا حملة عسكرية جديدة ضد داعش خاصة جنوب إقليم نانجرهار لتقليل وجودهم العسكري وتحرير القرى التي كانوا يحتلونها لذا استخدام هذه القنبلة بهذا التوقيت ليس سوى مجرد تكتيك في وقته المناسب وليس لها علاقة مع أي هجوم خارجي سوى تدمير داعش خلال عام 2017 أم القنابل إذن هي أقوى قنبلة غير نووية في أمريكا ويتم توجيهها بوسطة نظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس وتم من خلالها استهداف مواقع تنظيم داعش في معقله الرئيسي في ولاية نانجرهار ما أسفر عن تدمير شبكة أنفاق كان يستخدمها بين الجبال فما هي مواصفات وتكلفة تلك القنبلة ولماذا تم استخدامها بعد نحو خمس عشرة سنة من صناعتها الزميل زكريا نعساني يجيب في التقرير التالي عن كل هذه التساؤلات لأول مرة بعد خمس عشرة سنة على إنتاجها تستخدم الولايات المتحدة أقوى سلاح غير نووي على الإطلاق استهداف مباشر ودقيق على معقل تنظيم داعش في أفغانستان استهدفت أم القنابل ذات القدرة التفجيرية العالية شبكة أنفاق وكهوف داعش وقتلت منهم العشرات في ولاية نانجرهار التي أعلن منها حافظ سعيد خان زعيم التنظيم سابقا بيعته لداعش وأطلق على هذا الفرع اسم ولاية خرسان تعد نانجرهار واحدة من أهم الولايات الأفغانية لقربها من العاصمة كابل وموقعها الحدود مع باكستان اتخذها داعش مقرا له في 2015 وبدأ مشروعه التوسعي الذي لم يرى النور حتى اللحظة شهدت الولاية عمليات عسكرية عدة لأمريكا وحلف الناتو أسفرت عن قتل زعيم داعش حافظ سعيد خان بعد استهدافه بطائرة من دون طيار مطلع تموز يوليو 2016 في الثالث عشر من إبريل نيسان استخدمت أمريكا أقوى قنبلة على الإطلاق لضرب شبكة أنفاق داعش فما هي تلك القنبلة؟ هي أم القنابل واسمها جي بيو 43 طورها ألبرت ومورتز في مختبر أبحاث سلاح الجو الأمريكي سنة 2002 كانت مصممة كبديل للبي أليو 82 ديزي كاتر مزودة بسمى فريدة تجعلها قنبلة ذكية موجهة بالأقمار الصناعية بدأت أمريكا إنتاج القنابل هذه في مصنع ذخائر MC لستر في عام 2003 في إطار الحرب على العراق تم تصميم القنبلة ليتم إسقاطها عن طريق طائرة هيركوليز 130C من طراز ماك E130 أو ماك H130 تستخدم مع أهداف لينة إلى متوسطة السطح مثل الوديان أو داخل الكهوف كما أن أم القنابل تستطيع اختراق عمق يصل إلى 60 مترا قبل أن ينفجر رأسها الحربي وبعد الانفجار تنشر القنبلة العملاقة سحابة هائلة من الضباب المشبع بعنصر شديد الانفجار حول الهدف قبل أن تشتعل السحابة لينجم عنها انفجار ذو قوة تدميرية هائلة يمكن رؤية السحابة التي تشبه الفطر على بعد 32 كيلو مترا من الانفجار وعن مواصفات هذه القنبلة يبلغ وزنها 10300 كيلو جرام أما وزن الحشوة بداخلها فيبلغ 8500 كيلو جرام ووزن المتفجرات فيقدر بـ 11 طم من الـ TNT أما طولها فيبلغ أكثر من 9 أمتار وقطرها 103 سنتيمترات أما عن تكلفة إنتاجها فبحسب المعلومات اللواردة من هناك فتبلغ تكلفة كل قنبلة حوالي 16 مليون دولار أمريكي ويشير موقع أمريكي إلى أنه تم إنتاج 20 قنبلة منها وبلغت القيمة الإجمالية لإنتاج هذه القنابل حتى الآن 314 مليون دولار تلك إذن هي المرة الأولى التي تختبر الولايات المتحدة مثل هذه القنابل لتوجه رسالة واضحة إلى تنظيم داعش بأنه لا مفر من الضربات حتى لو اختبأ أفراده في أنفاق داخل باطن الأرض نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فصل أخير عبد الباصد طفل سوري أدمى قلوب الملايين بعد أن فقد ساقيه بقصف لقوات الأسد أحييكم من جديد قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في انهيار مكبل النفايات على عشرات المنازل في مدينة كولومبو عاصمة سريلانكا ويحاول رجال الطوارئ التنقيب بين جبل من القمامة لإنقاذ أشخاص دفنوا في ذلك الانهيار وبحسب جهود عيان فإنما لا يقل عن 40 منزلا دفنوا في ذلك الانهيار عبد الباصد الصطوف الطفل السوري الذي هز مشهد إصابته العالم وهو يطلق عبارة بابا شيني بعد أن بطرت ساقيه جراء قصف قوات الأسد وصل إلى تركيا لاستكمال علاجه مع من تبقى من أسرته حيث التقاه مراسلنا عماد قرقص نتابع بابا شيني عبارة أطلقها عبد الباصد الصطوف حين لم يعد بمقدوره أن يحمل نفسه عبارة لا قد تعاطف الملايين حول العالم معه لكنها بالتأكيد لن تعيد له ساقيه المبتورتين عبد الباصد ابن قرية زور الحيصى بريف حما والذي حدث له ما حدث ضمن مجزرة ببلدة الهبيط التي نزح إليها التقته أخبار الآن بعد أن وصل إلى تركيا للعلاج مع والده وأشقائه وبدون والدته وشقيقته التين تركهما في سوريا تحت التراب كنا نتغدى ضربتنا الطيارة أن البابا فوت لجوة فوتنا لجوة استشهدت أمي وأخته وأنا نقطعه أجرية نقطعه أجرية وأخته انكسرت إيده وأجرى وجوز أخته رأى جزيبة عمود الفعرة وراحت بطن أجره وأخته الكبير يجوها الشزاية صغر وأنا مشتاء لأمي لأخته والده عبد الباصط يقول أن وضع عائلته بات سيئا نفسيا من هول ما حدث في ذلك اليوم أحاول بعد الألم اللي صار معنا وفقد زوجتي وبنتي وعبد الباصط فقدوا رجلي ومسيبي كمان بحالي سيئة يعني كليتنا تضعضعنا وراح كل شي بملكه يعني من عتاد بالبيت كليته راح يعني عب أعمل جهدي أني أمل لهم جو مريح وشيلهم من الخوف لأن صار عندهم رعب يعني أي شغلة عاب يرعبوا منها أي شغلة عاب يخافوا منها يعني إن شاء الله وتعالى خيوب ننأمل لهم جو يكونوا هادئ لهم وينسوا هالألم إذا الله قدرنا يعني ينسوا هالألم والحمد لله على كل حال أما محمد شقيق عبد الباصط لا يزال متأثرا جراء ما شاهد في تلك المأساة عبد الباصط بات اليوم بحاجة ما أساسة للمساعدة هو وعائلته بغية إخراجهم من حالتهم التي وصلوا إليها وغيره هناك ثمانية ملايين ونصف مليون طفل سوري بحاجة للمساعدة السريعة بحسب اليونسيف لكن مهما بلغت تلك المساعدة لن تستطيع إعادة أرواح الآباء والأمهات ولا الأطراف المبتورة حماد جرقس لأخبار الآن من إقليميها تاي جنوب تركيا طورت شركة أبل وفي سرية تامة تقنية تهدف إلى تسهيل إمكانية متابعة مرض السكري عبر مجسات المشروع يندرج في إطار فكرة أطلقها مؤسس شركة أبل الراحل ستيف جوبس الذي كان يدرس إمكانية استخدام بعض الأجهزة مثل ساعة موصولة لقياس بعض المؤشرات الجسدية مثل السكري ومن شأن هذه التقنية السماح لمريض السكري التحقق بشكل متواصل من نسبة السكري في دمه ويتجنب أن يؤخذ إصبعه لاستخراج قدرة دم في كل مرة وفي خبرنا الأخير أطلقت شركة تصنيع السيارات اليابانية تويوتا الساق الداعمة الروبوتية والووك دابليو دابليو والتي تساعد مرضى الجلطة الدماغية على المشي مرة أخرى بحيث استفادت الشركة من بعض أبحاث سياراتها لتصنيع هذه الساق العاملة بواسطة محركات تساعد الأشخاص المشلولين جزئيا على المشي وتمتلك الساق الداعمة الروبوتية القدرة على مساعدة المرضى في وظائف متعددة مثل دعم وزن الجسم والمساعدة في الحركات مثل تأرجح الساق إلى الأمام إذ يحتوي الجهاز على مستويات حساسية يمكن ضبطها بناء على وصفة وتقدير من الطبيب المعالج المختص بتلك الحالات المرضية وقبل ختم النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين كوريا الشمالية تستعرض قوتها الباليستية وتحذيرات دولية من تنفيذها تجربة نووية سادسة فصائل من المعارضة تتقدم في حي المشي في درعة وتستعيد نقاطا استراتيجية الشرقي دمشق وتسعون قتيل من داعش إثر استهداف أنفاقهم بأم القنابل في أفغانستان بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعت بثنا المباشر في ذات الموقع